أعلن المكتب الوطني للسككي الحديديانه سيقوم ابتداء من فاتح يونيو المقبل من الرفع من العرض السككي للقطارات المكوكية السريعة التي استمرت في تأمين الحد الأدنى من الخدمات أثناء فترة الحجر الصحي على محاور القرب بين كل من دار البيضاء الميناء سطات ودار البيضاء الميناء الجديدة ودار البيضاء الميناء الرباط والقنيطرع وذلك في احترام تام للإجراءات المسطرة من طرف سلطات المعامية وضح المكتب في بلغ له أنه نظرا لتطور الطلب سيرتفع عدد القطارات اليومية من 20 إلى 40 قطار مع إعادة فتح محطة يرباط أقدال وسلعة تابريكت وحسب البلاغ فقد اعتمد المكتب عدة مجموعات من الترتيبات تشمل مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للمساهمة في مواجهة جائحة كوفي 19 والحرس على الاحترام التام لشروط سلامة الصحية حيث سيتم ابتداء من التاريخ المذكور فرز المسافرين عند مدخل المحطات لتنظيم التدفقات وتقسيمها حسب المراقبة اليومية وارتداء الكمامات بالمحطة وعلى متن القطارات وتوفير مواد التعقيم والتطهير بالمحطات وعلى متن القطارات ثم تنظيف وتطهير وتعقيم القطارات والفضاءات المشاركة بالمحطات